زادة بتبعت الحال برحيل آخر مهم جداً معناها وجعنا الناس لكل رحيل المناظل والسياسي الكبير والنقابي أحمد بن صالح واللي التوانسة كلها معناها ودعوه في جنازة مهيبة حضرتها تقريباً لعائلات الاجتماعية والسياسية المتخلف الوحيد هو السيد رئيس الجمهورية شفناها يحرص عليها حضور جنازة لاعبي كرة قدم مهما كانت قيمتهم لكنه يتخلف عن حضور جنازة واحد من الأباء المؤسسين للدولة التونسية الحديثة زادة نحبوا نترحموا على أستاذ أحمد بن صالح ونقولوا معناها تقريباً آخر حبات الأعقودة قاعدة تختفي روايداً روايداً وشفنا الدموع السخنة المنهمرة من عيون رفيق دربو الرئيس السابق ورئيس مجلس النواب السابق السيد آآ محمد آآ الناصر وكانت آآ دموع موج على التونسية الكلة لأنه ما كانتش فقط دموع لتوديع رفيقه أحمد بن صالح وكانها دموع تبكي زادة حصيلة عشر سنوات من الخراب الممنهج اللي قاعد ساير في تونس وكيد أنه بصيفته رئيس دولة سابق نحكي السيد محمد الناصر على علم أكثر منا بتفاصيل ما يحدث وما يحاك داخل تونس لأنه كان على اطلاع يومي على التقارير الأمنية تقارير الاستخبارات الاستخبارات العسكرية فنقولونه زادة إن شاء الله آآ ربي طاول في عمرك ودموعك هذيك راية آمانة عنها احنا توانسا بقدرة ربي ان شاء الله ما فهمها كان الخير لأنه تونس عرفت في تاريخها الطويل العديد من المطبات والعديد من العثارات والعديد من الغوزات حتى اللي رفضوا أنهم معناها يندمجوا في تونس كان مصيرهم الطرد من آآ تونس فانت رحموا زادة على هذا الصرح النضالي الكبير اللي رحل معناها بعد مسيرها تقريباً هي مسيرة تونس الحديثة تونس ما بعد الاستقلال بكل ايجابياتها الكثيرة وبكل سلبياتها القليلة معاش كأن ذيافي حبوا يقولوا كلمة على آآ الاشتاذ احمد بن صالح والله احكيه على آآ انسيت ما قدمت لكمش اليوم ذيافي بتبعت الحال ابراهيم الوسليتي محلل يرفقني ديما في الحسة وسعيد جداً بآآ حضور الدكتور عفيف البوني مرحبا بيك دكتور عفيف سعيد جداً بحضور الصديق عبدالقاد عبدالستار المسعودي عف ستار مرحبا بيك شو بيك لجميع مسلمية راديوماد وزادة بشحضروا معانا آآ زوز دكاترة من الدكاترة المعطلين عن العمل معانا سليمان السالمي دكتور باحث معطل على العمل ومعانا الدكتورة رحمة سعيد دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية كيف كيف نعرفه قادين يخوضوا فيه معانا هني ظلات من اجل افتكاك حقهم في العمل ابراهيم كلمة خفيفة نحن بيث نقول لها احمد بن صالح اللي يرحمه تعرف احمد بن صالح قدم تازة تاعة الدكتورة متاعه سنة ستة وسبعين في السربون وتحصل عليها وكان معانا تحت اشراف آآ يعني استاذ معروف كبير هو جاك بيرغ فمتنين وكانت هي حصيلة عبارة على حصيلة متاع اللي عملهم من واحدة وستئين الى غاية تسعة وستئين يعني راجل تكمل قرايته وكذا ما خرج من المجال السياسي ولكن والنقابي ولكن واصل المجال العلمي وهذا هام جدا فمتنين ثم الكتاب معانا تبوريتابلير لفيريتي اللي هو زادة عبارة على حوصلة لكل مقام به سواء في الاتحاد العام تونسي لشغل كنقابي ثم بعد على رأس اهم وزارة وزارة التخطيط والمالية الى غاية سنة تسعة وستئين الى غاية يعني محكمته الشهيرة المعروفة واللي حكم فيها بعشرة سنوات سجل سجن ثم فراره من السجن سنة ثلاثة وسبعين وعن طريق الجزائر الى غير ذلك ثم عودت في مرة اولى الى تونس سنة ثمانية وثمانين ثم مغادرته تونس ثم عودت لها مرة مرة اخيرة سنة تلفين وبقي هنا في تونس وكان دائما من احدى المراجع الهام حتى بالنسبة للباحثين ولرجال التاريخ خاصة معتها سنة التاريخ هذا هام جدا هو احد اعمدة بنات الدولة العصرية بناء الدولة العصرية تحت اشتراف الزعيم الراحل اللي حبيبه رقيبة بتباية الحال نترحموا عليه ونترحموا على كل كبار الدولة اللي ساهموا في بناء الدولة هذه ودولة الاستقلال وان شاء الله معتها المطبقين منهم كيما سي محمد الناصر كيما سي حمد المستيري كيما سيد الريس جيجا كيما سيطار بالخوجة هاد ونزادها من كبارات الدولة وان شاء الله نتمنعولهم اه طول العمر والصحة والعافية. واضح واضح اه اه نحب ونرحموا شوية وقت خطر برشة احداث بصراحة حاولوا ان توقفوا عندها اليوم. عبستار تتاخد كلمة. كلمة. اه. وجهزة. مانيش اه بصراحة. على. هو نجم نقول اه تظلم مرتين اه في حياته ازد احمد كما يحلو معنا تسميته. اولا اه في نطاق ما ما قام به في مع المرحوم الزعيم لحبيب بورقيبة ومغادرته كما ذكر تول زميلي اه استاذ ابراهيم. ثم انه اه الثاني انه اه ظلمة لانه كان من اه اه من اوكد الواجبات بش يعملوا جانزة وطنية. لكن انا معناها معلوماتي تقول انه ابنائه رفضوا لانهم جاهم صباحا قالوا له معناها بش نعملوا جانزة وطنية قالوا معناها آآ بارك الله وفيكم اللي ذكرت لي فما كان آآ احد اعمدة هذا النظام كان موجود وانه وقع معناه نسيانه معناه مدة هات العشرة السنوات خاصة النادية ورفضوا رفضا باتا بش يكون معناها آآ معناها ديكو كا ديكور معناها يستعمل من طرف معناه اساسي. بقى اتناق شغيل انه هو الاسد احمد بن صالح ما هوش ولد عائلته هو رمز وطني ومفروض انه الدولة هي اللي تقرر معناها اذا كانت تعمله جنازة وطنية. على كلها. ربما اجتهيات في غير موضوع. انا هذا رائم. اسوقه هذا هو ترحم خليني ما من ترحمنا في لحظات اربعينات الفقيد علي شاوش احد اربع الرجالات الدولة الوطنية. توفى كذلك هو احد اعمدة هذا معناها النظام الذي بناه هذا البلد. وهو معناها النجمة كل من الفروين تاع الاسسونسور سوسيال معناها من عائلة معناها متواضعة وصلتها كان في الوزارة كان في السفارة كان في معناها رحاب معناها الحياة السياسية وكذلك الرياضية انا الرحمة عليه في اه مع هذه الاربعينية. علي شاوش الذي خدم هذي هذي. هذي. ذكروا لي عنده الاربعينيين تاعو ستقام نهار لحد عشرين سبتمبر يعني لحد جاي. اه لا اليوم تقديدا. اه في مقار مدادية قدماء المدرسة الوطنية للإدارة. يعني في الوقت هذا قاعدة ربما تصير. لا قاعدة تصير الاربعينيين. كنت موجود فيها. نشكرك برشة. اه على التفكير ذي. خدر قلونا ما قلنا عن مادة مكثفة بعض الشي. شفنا حدث كبير صار الجمعة ذي على المستوى السياسي. خاصة داخل حركة النهضة. وتدعياته على اه المشهد في البلاد. ككل نحكيه على العريضة من تعلميات انضاء واللي تطالب راشد الغنوشي بعدم الترشح الى دورة اه ثالثة وفي الاثناء تخرج رسالة اخرى منسوبة لراشد الغنوشي. ولكن راشد الغنوشي ولا مكتبه لم يكذبها. فها تبرير انه النهضة وربما كي ما قلوهما تونس ما زال تحتاج الى شخصية راشد الغنوشي. باعتباره ليس فقط رئيس حزبه ورئيس مجلس النواب. بل هو زعيم كما آآ يروج لذلك البيتانة اللي محيطة بالسيد راشد الغنوشي واللي من مصلحتها انه راشد الغنوشي معناها يبقى لهم مادة الحياة رئيسة اللي حلقتنا هذا بشيكون موضوع رئيسي بش نتناولوه في الحصة هذي. كيما بش نتناول بزيادة تطور الوضع في الحاوض المنجمي وكذلك في الكامور والصمت المريب للدولة التونسية مع تصريح يعني خجول للسيد رئيس الحكومة اللي يعلم فيه انه سيكون هناك تفاوض مع المعتصمين في الكامور. لكن في الاثناء شفنا البارح الفيديو يدور في في قفصة وكان يعني يدمي القلوب وكان موجع برشا وهو عنوان من عنوين سقوط الدولة خلينا نقولوها بكل ألم انه معناها آآ عمال يستعملوا القاترة لقطع الطريق حتى انه معناها سيارة اسعاف تنقل في مريض مرقاتش كيفاش تدخل القفصة وكان عليها انها معناها تسلك معناها مسالك وعرة ووعرة جدا حتى معناها توصل المريض للسبيتار دائما العنوين كما قلنا الازمة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم. سمعنا السيد رئيس الجمهورية وقت استضاف وزيرة تملك الدولة والكلمة اللي قالها وليصفها بعض التونسيين بالجراد وكان معناها كالعادة خطاب يركز على محاربة الفساد وعدم استثناء اي شخص مهما كانت معناها آآ قيمته وذهب اكثر من ذلك عندما اعلن عن تكوين لجنة معناها خاصة تشتغل داخل آآ قصر كارتاج ثم جاء بيان من رئيس الجمهورية قالت انه صار اتصال بين رئيس الدولة ورئيس معناها في كونفيدرالية السويسرية واللي معناها فيها تأكيد على معناها وجوبية اصراع الدولة التونسية آآ باسترجاع معناها الاموال المنهوبة وفهم كما قلنا عديد الاحداث الاخرى اللي اذا كفاء الوقت مش نحاولوا نتوقفوا عندها. خليني من لولا راحب مرة اخرى بالدكتور سليمان السالمي والدكتورة رحمة سعيد مشيوا مباشرة للدكتورة ودكتور شنوا وين وصلتوا اليوم خاصة انه سيد رئيس الحكومة آآ هشام ألم الشيشي في الندوة الدورية الثانية للولاية بالعوينا حكي على تفعيل قانون ثمانية وثلاثين الخاص بالانتداب الاستثنائي وقال انه معناها التشغيل من طالت بطالته من حاملية الشهائد العليا. وقال بشي تم تجميع الاشخاص المعنيين بهذا القانون في منصة الكترونية. سالتاق يقع وضحها على الذنة نتاعها لتكوين قاعدة بيانات لنتعرف عليهم ونسهل عليهم مش يعني مسألة الحصول على عمل عبر تفعيل قانون ثمانية وثلاثين. شكرا سيلوتفي نشكركم اول حاجة على الدعوة هذه وشكرا لكل مستمعي اذاعة راديو مات حبيت قبل كل شي نترحم على سيد احمد بن صالح لانه اول حاجة دكتور لانه ثاني حاجة رمز من رموز الدولة الوطنية بنات هذا الوطن حقيقة مش الناس اللي نروا فيهم اليوم موجودين فيديهم المعاول ويهدموا في الوطن. الحقيقة وقت اللي نسمع اليوم ناس تحكي على الشهدلي القليبي محمود المسعدي وسيد احمد بن صالح اللي بدني قشعر لانه فم دكاترا موجودين في وزارة التعليم العالي لمدة اربعة وثمانين يوم في ظروف لا انسانية واسمة عارة على الدولة التونسية هالدكاترا هذوم ما طلبوش حاجة مستحيلة فقط طلبوا حقه دكاترا معاطلين على العمل ما يلزمناش ننظروا لهم اليوم ما سيلوت في من ناحية المطلبية والتشغيلية هذوما ثروات موجودة في البلاد هذي هما الناس اللي بيش يبنوا الدولة بالحق الناس اللي بايش اي سياسي يخمم بيش يطلع على بلاتو يعمل الشو ميدياتيك متاعو نورمالما يخم الف مرة انه الناس هذوما رهم هما اللي ينجموا يبنوا بهم منوال التنمية ويغيروا منوال التنمية اللي رأوا فيها اليوم هي ناس احترفت المماطلة والتسويف داخل وزارة التعليم العالي وفي الحكومات المتعاقبة ككل اليوم عندك وزير تعليم عالي جديد وعندك رئيس حكومة جديد رئيس حكومة يسارع ويطلع ويعمل تصريح ويقول لك يا اخوية سننكبوا الكلمة اللي نكرها انا سننكبوا على معناها فض هالاشكالة ده ثم تطورات ولا عمليا عمليا ما فما حتى تطور اول حاجة انتم عندكم تنسيقية تتحدث باسمكم اي بيانسيغ عنا تنسيقية تتحدث اي ما تمش الاتصال بكم من طرف حكومي معناها من وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي اخر مرة صارت مفاوضات مع الوزيرة اولفا بن عودة وقالتنا تطور نتقابله مرة اخرى قد طوي كعشرة ايام نزلنا ما تقابلناش نستناول فيها بيش تعمل معناها لقاء مع وزيرة الوظيفة العمومية والحد الان ما فما حتى رد من سلوطات الاشراف ساشان ك راو تم تجاهلنا من سلوطات الاشراف الكل رئيس الحكومة البرلمان نوي بيجيونا يصوروا معنا وبعد راو فما حتى معناها تعامل جدي معنا بيه سمعت اللي بعثتوا طلب معناها للقاء سيد رئيس جمهورية بسيفتوا رئيس وبسيفتوا ايضا استاذ جامعية سابق ابعدنا ثلاثة مراسلات ثلاثة مراسلات رئيسة الجمهورية وما تلاقينا حتى رد لا كتابي لا شفاهي ما تلاقينا حتى رد تجاهل تام معناتها رئيس توانسا لكل بارامون مستثني الدكاترا ما همش توانسا هذا المساج اللي نحب نوصله له سيلوص فيانفيت هو الاعتصام متاعنا جاء بعد مجموعة من التحركات النظالية من 2011 احنا ما اعتصمناش هكيكا دانكو دانك اعتصامنا هو حراك ذو طابع اجتماعي مورانا حتى حزب سياسي ولا جمعية من الجمعيات من مثلو كينرويحنا احنا داكاترا نوصوم الموزايك فيه في المعتصمين معنا في وزارة باهو في وزارة تعليم العالي دانك تجمعنا حاجتي اول حاجة شهيدة الدكتورا اللي بالحق تعبنا وصهرنا وبتنا ليه لما نرقدوش لصيف لشتي تعبنا فيها بالحق وثاني حاجة يجمعنا هدف واحد اللي هو الشغل والتشغيل معناها سفي مالو كور اللي انا بعد ما نقرأ باك بلس دوس نلقى روحي معتصمة تحت حيوت في ابشع الصور صيف تعدالينا الكل واشتاكف كيف على خطر شنو انطلب حقي التشغيل اللي هو حق معناها من حقوق الانسان ذهاري معناها انا الاجيال القادمة شنو كيفية بش نعلمهم شنو الاجيال القادمة المساجل بش نوصله لهم كانانا معناها العبيد اللي ناجحة والعبيد اللي قارية تحت الحيوت ومفقرين والعبيد المجرمة بفلوسهم وينماشين بيها البلادة ذاية يعني كينشوفوا مثلا انه عمال الحضاير اليوم عندهم اشكون يدافع عليهم وانه معناها اتحاد نشوفوا يحكي مع الحكومة ويبدوا انوصلوا الى حلول في الاثناء الذكاترة اللي موجودين في البلاد متروكين يعني لحالهم ولمصيرهم لا يدافع عليهم اتحاد لا يحكي معهم رئيس دولة لا يستقبلهم رئيس حكومة الوزراء ظاهر انو معناها تطيرهم لا مبرق بعد الفاصل نزيد نعود نعطيكم كلمة دكتورة دكتورة عليك بكليما كليم الدزافكتان جديد يعقم وينظف ويقضي على البكتيري والفيروسات والشامبينيو الموجودين في الهواء واللي نجمو يضروك وتسبولك في برشة امراض كليما كليم يعقم وينظف ويقضي على الجراثيم في رمشة عين كليما كليم تاوات نجم تحل الكلام نرجع ومجديد ديمانش برس مباشرة نمشي لك شنو الحل اليوم معناها امام هاته الاذان المقفلة حيال الطالبات متاعكم النظالات كمتاعوا تستمر على امتدات تقريبا ثلاثة او الاربع اشهر انتوما العدد بركلة كبير معناها شنو الحل اول حاجة سيلوت في احنا معناها اشتعقوا لازل؟ لا لا ما نش بتاع العميلة للامانة سيع اول حاجة الاتحاد العام تونسي الشغل وعلى بنيابة معناها الكاتب العام عبدالقادر الحمدوني قال انا اتبنى قضية داكاتر المعاطلين عن العمل هذه اول حاجة معناها معناها مسان دينا هما والرابطة تونسية اللي دفاع عن حقوق الانسان اما احنا تويكا في نقطة لاعودة احنا حاجتنا بدعم فعال ميداني معناها ساي ثلاثة شهر وين ماشي ثلاثة شهر ازقلتني تويكا شنوا بيش نعملوا بيش نحرقوا العجل لا احنا مستعدين لكيفة اشكال النضال مستعدين بيش نساعدوا مستعدين حتى بيش ندخلوا فيه اضرابة جوع والحل انا من منبري هذين هاجموا نقول حل معناها كان سلوطات الاشراف عاجزة بيش تخدم دا كاترتها كان سلوطات الاشراف عاجزة بيش تخرج بنا من المستنقع نحب نذكرهم اول حاجة راهوا ديبلوم الدكتوراه هو الديبلوم الوحيد معناها اللي في العالم الكل اللي ما تصيرلوش ايكيفالانس ديبلوم الدكتوراه هو بي اش دي بي اش دي في العالم الكل في الزاير في امريكا في فرنسا في سنغافورة بي اش دي هو بي اش دي كان سلوطات الاشراف عاجزة على تشغيل لولادها على وجود معناها حلول لولادها نسيرش شوفونا دي كولابوراسيون خرجونا انا زيدا مش مستعدا عايد معنا ينضحي بعام والعامين من عمري بيش اللوج على بوست دوك البر لكن هذي انتي تحكي معناها ربما على حل فردي لانه فما فيكم برشا متزوجين وعندهم وضعيات اجتماعية وبتباعة الحال تولي صعيبة لمسألها يعني يا دكتور كان يقول تانا حرقان العجلات يقابلها الحرقان البر والله سلطفي هو هذك الدولة تدفع فينا للشي هذك انا نعطيه دي جاه هو الاعتصام في حد ذاته رو احنا كمعتصمين وهذي نقولها وعلى مسؤوليتي ما نش فرحانين به برشرة ما يعطيش رسالة ايجابية لوليداتنا اللي اليوم راجعين يقرأوا ما يعطيش رسالة ايجابية لوليداتنا اللي بش يتلقاوها وهما في المعاهد وفي الكليات راهي تصويرها خايبة خارج على تونس راهي خارج لوليداتنا انه قيمة العلم اليوم معا تسوى حتى شاي في البلاد هذي هذا المشكل ويد سلطفي نحب نعطيك بعض الارقام بصفة برقية على الجامعة التونسية عندك 4500 استاذ جامعي في السنوات الاخيرة غادروا ارض الوطن هجرة الادمغة والكفاءات عندك 22000 استاذ جامعي في الجامعة التونسية منهم 60% منهم يا اما من الثانوي يا اما من المبرزين يا اما من الناس اللي تشتغل بطرق تشغيل هشة يلزم الرأي العام يعرف اللي راهو الدكاترة المعتصمين اليوم والدكاترة المعطلين راههم دكاترة تم انتدابهم بطرق تشغيل هشة كمتعاقدين بالجامعات التونسية وقرروا ولاد التونسة واسندوا اعداد وعملوا تقييم لولاد التونسة واخذوا ولاد التونسة ديبلومات مسححين عليهم الناس هذوم المعتصمين واليوم الدولة تتنكر لهم ويالقاوا رواحهم في الشارع هذا اللي مش معقول راهو سيلوت في وقت اللي نقول لك اليومك اكثر من 60% من ايطار التدريس بالجامعة يا اما يشتغل بطرق تشغيل هشة وإلا ما عندوش دكتوراه راهو هذا يحيلني على معطى اخر وهذا موجود حتى في الدكورد ولقين صعوبة كبيرة في النفاذ المعلومة في الوزارة اما بش نعطيك فلاش صغير بش يوريك الشي هذا نسبة تأثير الطلبة من المدرسين الباحثين في 2010 كان 33.9% في 2018 نزلت الـ 18.8% وهذا مؤشر خطير تطور عدد الطلبة في القطاع الخاص كان عام 2010 4.2% من مجموعة الطلبة اليوم في 2018 11.5% هل مؤسسات التعليم العالي الخاص الي هي تعد 76 مؤسسة تعليم عالي خاص هل اليوم فيها دكتور واحد منتدب بصفة رسمية نقول لك لا فمداكات راسيلطفي يشتغلوا في القطاع الخاص بأنصاف عقود بـ 300 دينار وبعقود كاملة بـ 700 دينار وبمليون لمدة زمانية أسبوعية تفوق 40 ساعة لأنه يقرر 13 ولا 15 ساعة ونسبقتي قطاع الخاص في تعليم العالي مساهم في الأزمة بانصير بانصير مش قطاع التعليم العالي الخاص الوزارة في حد ذاتها واللوبيات المتنفذة في وزار التعليم العالي اليوم ما فماش سلطة رقبية على 76 مؤسسة هذية بل أنا نمشي معاك أبعد من هكا فما من مؤسسات تعليم العالي الخاص لي ما همش راضين بالوضعية هذه لأني وليت كأنها بتيندات تعليم العالي الخاص حل بركة جيب طرف فلوس وحل في أي بلاد ستلقاها حل مؤسسة تعليم العالي خاص وجيبها مدى كترا ياخد مولك بـ 300 و 700 دينار كنت حكيت أنا لهنا في المنبر هذا على الفضيحة الكبيرة منتع الجامعة خاصة تونسية مسكرة وهي تبيع الشهائد للطلبة الأفارقة يعني لو لم يتم الكشف معناها بالصدفة على الشهائد هذه المضروبة في الدولة الأفريقية وتحل البحث ما نعرفوش عليه وينه سلك كل الأبحاث في تونس والليجين اللي ما توصل لحتى شيء وهذه ربما زادة يذكرنا بالمشكلة اللي ترحت هنا نهار 3-2 على راديو ماد على حكاية الجامعة الألمانية اللي تم معناها منحها من الانتصاب في تونس ومن بعد الموضوع كبر تطلع وزارة التعليم العالي وتكذب تقول لا المشروع موجود يعني عرفتك ليسرق حاجة ويخباها ويستنى كان فاق مولها وكلو هاي موجودة كان ما فاقش هاو كان طفي الظل حتى باش نزيدوا معناها جامعات ألمانية وما أدراك اللي تنجم تحلق فاق شغل اللي كنتي ولي كنتي والغيرك معناها بيضافة تني لما تنجم معناها توفروا من عملة صعبة ليصرفوها اليوم طالبتنا اللي قاعدين يطلعوا يقرعوا في ألمانيا ويعلم ربي بالعائلات منين جيب في الفلوس باش تصرف عليهم حسوالة قطاعها ذا يا إبراهيم وفي كلمتين ما اللي هو تنخروا العصابات واللوبيات شي موجود في وزارة التعليم العالي شي في الحكومة شي في مجلس النواب الشعب وكأنه البلاد هذه أختي خدرنا حكيه واليوم يعني أكثر شي من هك توانحكو على الفصفات وكامور وخدامة وحظايا يعني اليوم تحكي على زبدة المجتمع أختي تحكي على الدكاترة أنت تقول هذا سقف المجتمع يعني إذا سقف المجتمع يعيش في مشكلة من النوع هذا وشوفوا فيهم يباتوا البرة في قدام الوزارة إيه وين ماشيين رئيس الدولة عايش في ملكوت الله وكأنه ده رئيس دولة النيجر ولا رئيس دولة جوهانسبورك آآ رجل غنوشي هاو نشوفوا شنوى نوعية المشاكل بتاعه بسيطة رئيس مجلس النواب الشعب رئيس الحكومة ما يقول لك أنا جديد وكل مرة يجينا رئيس حكومة جديد ما تحاسبوش ونواب بطبيعة الحال يمكن فيه يوم واحد ولا ثين عنده الدكتوراه ولبقيه يخري يجيس سجون ولا متهربين ولا هربين كيفاش تحبو يدفع غدو على حق الدكتور في العمل ما هي وضعية بصراحة بلغاية شو مشكلة في وزارة تعليم العالي كما بقيت الوزارات الأخرى فمالوبيات قاعدة متمكنة منها انت عندك يعني الليجان القطاعي وعندك الليجان الانتداب الليجان هذية تتحكم تقريبا في كل شيء في جمع المسارات الأرقام اللي اعطاها الدكتور الشاب تو منذ وحين راهي تغني عن كل تحليل آخر لأنه بالإمكان تشغيل عدد من هؤلاء الدكاترة إذا إحنا استغنينا عن الناس اللي يعملوا في وعلى ألاسات التعليم الثانوي اللي هما منتدبين للتدريس وإذا أيضا استغنينا عن الساعات الإضافية فمشكون يشتغل عنده مثلا أكثر ساعات أحيانا أكثر من جدو الأوقات متاعه ساعات إضافية هذه الساعات الإضافية بإمكانها باش تخدم دكتور أو اثنين لكل أستاذ لأن التعليم العالي الخاص راهوا لن يكون يعني البديل عن التعليم العمومي ناهيك وأن هما نفسهم جماعة التعليم العالي الخاص 76 أو 80 جامعة موجودة فيهم تقريبا 20% عندهم إمكانيات وحتى إذا عندهم إمكانيات هذوق يفضلوا يعملوا مع الدكاتر الكبار أما مين تدبوش لأنه يقول لك الانتداب يتكلف لي غالي ولي أنا ينهك لي حتى الميزانية متاعي ما هوش حل هذا ما هوش حل تماما الحل هو في العمومي والحل كونه هذن الدكاتر الشبان يلزم يلقاولهم حلول جذرية ما هوش دي بالياتيف كما واحدة مريض تمشي تعطيها حبة أسبيرين ولا تعطيها إفيرالقون وتقولوا تفضل ليش يدباهي ديك حتى نشوف فيما بعد أعطيك إمكاني آخر أه بسرعة جيشت تعقيبا علي أعطي لا 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 أعزيني من تعقيب الحال تكيحكيلي على حالك الحال 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 ورعي هذي موجودة والأرقام هذي مجمعي رجع لهم أي مواطني يسمع فيها الحل موجود الحل موجود سيلوطفي والحلول التقنية اختنا من الحلول السياسية اللي عندها استتباعات مالية اليوم موجودة حلول تقنية صلب وزار التعليم العالي في حد ذاتها عليش حبيت نعطيك الارقام هذي مو من جامعة سوسة فقط عندك مية وتسعة سنة الفين وتسعتاش الفين وعشرين مية وتسعة وثمانين الف ومية وثمانة مية وسبعتاش ساعة عرضية وإضافية هذوما لو كان تحولهم إلى خطة انتداب يمكنوا من سبعة مية واربعة وخمسين خطة انتداب في جامعة سوسة فقط زيدهم ميتين وثمانية متعاقد في جامعة سوسة زيدهم ثمانية واربعين ملحقين من الثانوي سيلوطفي زيدهم ميتين وستة واربعين أساذ ملحقين عن طريق وكالة التعاون الفني هذوما في المجموع يعطينا الف وميتين وخمس وخمسين خطة انتداب نزيدك أكثر من هك العقود اللي تسندهم وبالاغ وزارة التعليم العالي البالاغ الموشين هذا البالاغ التضليلي اللي خرج نهارة أحد الصباح والمسؤول يخجل من نفسه اللي خرجه من وزارة التعليم العالي في الحلول العاجلة والآجلة اللي هو نسخها مطابقة للأصل من بيان محذر جلسة عام الفين وسبعتاش وما تفعلش مع الدكاترة وخرج بطمبان سكاني من داره السيد معناتها ما كلفش نفسه هاي الدولة التونسية كيفش تتسير اليوم سيلوطفي الفين عقد اللي ينص عليهم البالاغ هذا اللي باش يصندوهم للدكاترة المعاطلين لو كان يحاولوهم الألف خطة انتداب وهما بالضبط يجيوا 1066 خطة انتداب مع البقية في الجامعات من خطة الانتداب الحلول التقنية والأموال المرسودة لها موجودة صلب وزارة التعليم العالي لو كان فما إرادة حقيقية ويحبوا يحلوا الموضوع هذا سيلوطفي لكن مزلنا سمحني في الكلمة معنتها باش نقولها مزلنا وقافة وخماسة في بلادنا عند ناس إرادتنا مهيش بيدينا إرادتنا هابتة منازلة من جهات أخرى نحبوا نعرفوها سينو خلونا نسترجعوا بلادنا على طريقتنا والله يسمع انا موافقة ما مش برشة خلنار إذا تم خلنار جاي مننا إحنا أنت يوقتي تشوف وزارة الداخلية ونحكيه على سفقات فساد سلاح فازدة اللي ماتوا به أمنيين نحكيه على سفقات فازدة في شراء تجهيزات حماية المدنية تمشي لوزارة الصحة تلقى الفساد ضرب أطناب والعصابات تتحكم في تجارة أدوية داخل وزارة الصحة ولبيات محمية من الداخل ومن الخارج وتجي لوزارة التعليم العالي كيف كيف وتمشي لوزارة الطريبة كيف كيف يزينا من نظرية المؤامرة لو سخ ولعفن فينا احنا طبعا هي بأياد تونسية دون كذا احنا عنا شكون يتدخل من بره باش يحفننا لأنه عنا عنا قابلية كبيرة للعفن وللغش وللفساد وهذاك عليش قلنا فالعاشرة سنين هذوم من الوعود بمكافحة الفساد ورئيس طلع بشعار مكافحة الفساد في الأثناء هاو الشي قاعد معناها يتعفن ويتعمق وحب نشكركم برشا للستوديو هذا ديما مفتوح لكم رافقناكم منذ بداية نضالاتي معكم وصنظلوا رافقكم لأنه ممنين اللي انتوما زبدت المجتمع ولي انتوما نوارت المجتمع وانتوما المثال حساني لازموا يتعطى لولادنا الموجودين اليوم على مدرج العرفان من المدرسة للليسي للفاكلتة برافو continuez وانا معكم ولا نيومور بقدرة الله معنا يا ديك سارعي جزيك لك شكرا لك